استندنا نحن عليها وربما استندت عليها دولة جنوب السودان لتتبع تلك المناطق إليها نعم شكرا جزيلا الحقيقة في عملنا لترسيم خط الحدود بين شمال السودان وجنوب السودان في ذلك الوقت اتفقنا على أن نجمع معلومات كمية هائلة من العلومات الحقيقة فيها الحرائط والوثائق والمستندات والمكاتبات بين المديريات لنصل في النهاية إلى الخط الحدودي كما كان عليهم يوم واحد واحد الف سمين ستة خمسين حيث كان عدد هائل جدا من هذه الوثائق وقدرنا أن نصنفه ووقعنا على كل هذه الخرائط وكل هذه الوثائق التي تخدم الغرض بما فيه العضاء الجنبيون فكل هذه الوثائق متفق عليها وبعد ذلك قلنا لتفسيره وتفسيره زي ما وزيعه في الصحف وفي وسائل الإعلام أعطى أو قال أن 20% من المناطق المختلف عليها و80% من الخط الحدودي متفق عليه هذه 20% اتفقنا أنه اختلفنا وهذا شيء لا عيب فيه لكن كونه الآن وهذه المناطق هي أربعة فقط أربعة وليس خمسة أنا أقول وهي وهي كما ذكر تقريركم منطقة دبة الفخار بين النيل الأبيض وعالي النيل ومنطقة المجينز بين النيل الأبيض وعالي النيل ومنطقة كاكا بين جنوب كردوفان وعالي النيل وحفرة النحاس وكافية كنجي بين جنوب دارفور وبحر الغازة وغرب بحر الغازة أربع مناطق أربع مناطق فقط يعني لا يوجد بها هجلي ولا يوجد منطقة أخرى ولا يعني منطقة بحر الغازة إذن ليست هناك وثائق تستند عليها حكومة الجنوب لتضم وتتبع هذه المناطق إليها هذه الوثائق التي نحن بصددها وقلنا أن هذه الوثائق تثبت تبعية هذه المناطق إلى السودان متفق عليه هذه الوثائق متفق عليه ولن يستطيع أن يحيد عنها نعم بروفيسور يعني لماذا الحديث عن تبعية مناطق بعينها في هذا التوقيت يعني بدأ الحديث من جديد عن أبيي ودخلت مجددا في ذلك الصراع دخلت هجليج ودخلت غيرها كما ذكرت هناك منطقة أخرى دخلت بماذا تردون على هذه الدعاوي نعم الحقيقة يعني زي ما ذكرت أن المناطق المتفق عليها أربعة وسلمنا تقرير بهذا الشأن لرئاسي الجمهورية وللوسيطة الأفريقي نعم بيكي ولينته وهم كذلك يعني سلموا هذه المناطق الأربعة وقعنا عليها كلنا نعم كلنا وقعنا عليها كل أعضاء لينة ترسيم الحدود أربعة فقط أتوا بعد ذلك بمناطق لم تناقشها اللينة ولم تطلع فيها أي قرار ولم توقع على أي شيء في هذه المناطق منها منطقة بحر العرب وهجليج ولم تذكر حتى في النقاشات ولم تناقش ولم تذكر في أي اجتماع كان في قبل الانفصال وبالتالي هذه مواضيع جديدة أتت بها حكومة الجنوب لا دخل لية الحدود فيها وبالتالي هي باطلة قانونية نعم يا بروفيسور كنت رئيسا للجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانفصال المناطق التي تدعي دولة الجنوب تبعية الآن هل كانت محل تفاوض في ذلك الوقت يعني اتفقنا أن هناك بعض المناطق لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق وذكر هذا ولكن يعني حتى هيجليج دخلت في وثائق جديدة وباسم جديد يعني حتى هيجليج التي نعرف أن اسمها هيجليج دخلت باسم جديد يعني حتى لم يسمع به الناس قبل ذلك والله هذا شيء يعني دائما ذكرت قبل قليل أنه يعني هيجليج لم ترد إطلاقا في أعمال الليلة لمدة خمس سنوات ظلمنا نعمل خمس سنوات في ترسيم هذا الخط الحدود على الورق ولم تذكر هيجليج بالمرة ولم تناقش بالمرة ولم تجد في أي محضر محضر اجتماعات نعم أخيرا برأيك يعني هل ما يمتلكه السودان من وثائق وخرائط ومستندات تثبت يعني تكفي عفوا تكفي إذا لجأنا للتحكيم لأي من الأطراف يعني في أي من الأماكن هل ما نملك من وثائق ومستندات وخرائط يثبت حقنا ويدعم ذلك حول المناطق وذلك كما حصل في أبيي أنا أريد أن أطمئن الشعب السوداني عبر القناة الدولية القومية أن الوثائق التي بحوزتنا قوية جدا ونستطيع أن نقنع كل عمل على وجه هذه الأرض أن هذه المناطق تطبع لدورة السودان شكرا جزيلا بروفيسور عبدالله صادق مدير الهيئة القومية للمساحة على مشاركتك معنا في هذا المسأل شكرا جزيلا نظمت صحيفة القوات المسلحة بدارها بالخرطوم المنبر الشهري